هنا سؤال هل صح أن الجن يسرق المال ما عندنا نص صريح أن الجن يسرق المال ولا عندنا أن كل سرقة الذي يسرقها هو الجن وبالتالي الإنس لا يسرقون وبرئون وكل لا ما عندنا هذا عندنا حادثة أن أحد الصحابة أمسك رجلا وهو يسرق من بيت مال الصدقات والزكاة وفي النهاية اتضح أن هذا الرجل الذي أمسك به هو شيطان فإذا وقفنا على حادثة أنه يسرق وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيطان وهو الصادق المصدوق ولكن ليس عندنا أن كل سرقة يقوم بها من؟ الجن وأن الإنس برآء لا يسرقون لا فلا نريد أن نغلو فيصبح عندنا غلو نقول لا يوجد جن يسرقون ولا يجوز أن نقول كل السرقات يقوم بها الجن ترجمة نانسي قنقر